صحة الفم مهمة أيضاً هل تفريش الأسنان بالفرشات يفطر الصيام أم السواك يفطر بسبب طول فترات الصيام بين السحور والإفطار في رمضان تظهر في الفم روائح كريهة ومزعجة يريد الصائمون أيضاً تنظيف أسنانهم بالفرشات لإزالة هذه الرائحة الكريهة في هذه المرحلة يأتي السؤال عما إذا كانت فريش الأسنان يفطر أو يفطر المسواك ويختلط الأمر على الناس في شهر رمضان هل تفطر الأسنان بالفرشة؟ وهي من أكبر المشاكل التي تزعج من يعانون من مشاكل في التنفس بسبب الجوع حان الوقت الآن لمعرفة إجابة السؤال ولا يتردد الصائمون في تفريش أسنانهم في هذه الفترة الطويلة بين السحور والإفطار وليطمئن أفواههم وقلوبهم تنظيف الأسنان واستخدام المسواك في رمضان من الأسئلة الأكثر شيوعاً فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان في رمضان هو ما إذا كان تنظيف الأسنان أو استخدام المسواك سيفطر ولا تتجاهل ديانت إطلاع الجمهور على هذا الموضوع هل السواك يفطر؟ نظراً لعدم وجود فرشات أسنان في السنوات الأولى للإسلام تم تنظيف الأسنان بالمسواك بدلاً من الفرشة حارط منذ أن أولى محمد أهمية كبيرة لتنظيف أسنانه فقد استخدم السواك أثناء الصيام لا بأس إذا كان المسواك الذي لا يزال مستخدماً حتى اليوم جافاً أو رطباً ولا ضرر في نقعه لذلك فإن المسواك لا يفطر تفريش الأسنان هل يبطل الصيام؟ تفريش الأسنان بفرشة جافة أو مبللة لا يفسد الصيام كما أن الفرشات مسواك كما أنه من المناسب استعمال معجون الأسنان لكن استعمال معجون الأسنان لا يفطر بشرط عدم بلعه من الأفضل عدم استخدام معجون الأسنان كإجراء احترازي حيث يمكن ابتلاعه في كثير من الأحيان بالإضافة إلى ذلك فإن التقشير الشديد بالفرشات يفطر الصيام حيث يؤدي إلى نزيف اللثة جواب ديانت على هذا الموضوع هول مضمضة بالماء دون دخول ماء في الحلق لا تفطر ولا تفطر بغسل الأسنان الفتاوى الهندية أنا 220 ولكن إذا نزل معجون الأسنان أو الماء إلى الحلق مع مراعاة إمكانية الإفطار فمن المناسب تنظيف الأسنان بالفرشات قبل الإمساك وبعد الإفطار وعدم استعمال معجون الأسنان بالفرشات أثناء الصيام تفريش الأسنان بعد السحور وقبل الإفطار حسب علماء اللاهوت لا يصح للصائم أن يستخدم المعجون في تنظيف أسنانه قد تنزف اللثة وقد ينزل طعم المعجون الذي تستخدمه إلى حلقك لهذا السبب عليك أن تكون حذرا ولكن لتقليل رائحة الفم الكريهة على الأقل من المناسب تنظيف أسنانك بالفرشات برفق دون وضع معجون الأكثر ملاءمة هو تنظيف الأسنان بالفرشات بعد الإفطار وقبل السحور رأي العلماء عامة ويقترح على من يريد تفريش أسنانه لمنع رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام أن يغسل أسنانه برفق دون استخدام معجون الأسنان ودون نزيف اللثة حسب جدية رمضان من المناسب تفريش الأسنان بعد الإفطار وقبل السحور المضمضة بالماء دون دخول الماء إلى الحلق لا تفطر ولا تفطر بغسل الأسنان بمعجون الأسنان ومع ذلك إذا دخلت معجون الأسنان أو قطع المسواك أو الماء في الحلق يفطر إذا نزل الماء أو معجون الأسنان إلى الحلق وابتلع وجب القضاء عليه لأن الصيام يفسد مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الفطر يجب تنظيف الأسنان بالفرشات قبل السحور وبعد الإفطار ترجمة نانسي قنقر